السلام عليكم لبنات كديري اللي بس عليكم تنتمنى تكونوا كاملين باخروا على الاخر اليوم ان شاء الله هالبنات غادي نخدموا هاد ثلاثة نتوع الانواع نتوع الكاكرولي اللي غادي يكونوا سهلين بواحد الاجين واز اللي تجين دنج حاكل المو بتاديئات بثلاثة نتوعنا كهات بنتن كهان تعت شوكولات والبراليني ونكا نتعت الكاراميل هاد نصايبو بانفع زيادنا الكاراميل في الفيديو هاد نصايبو البراليني هاد نتبعو الفيديو من الاول حتى الاخير وغادي نعطيكم اتمنى تلبيع بالنسبة لبنات اللي تيبيعو او اللي ياخدو اللي كومود فما تنسوش البنات هاد ندعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجوا جميع مواقع التواصل اللي اجتماعين تعكم فاول حاجة غادي نبيدو بجنواز البيضة او اللي بجنواز بن كانتا تلفاني اللي تحتاجو لها خمسان توع البيضة تيكونوا بدرجة حرارة المطبخ انتع الملحة كيس انتع الفاني تنضربو هاداك البيضة مزيان مع الفاني والبلحة حتى تيبدال الخاليط تيبدال تيجيرو الفوقعات وتيبدال يبيضة البنات من بعد تنضيفو خمسة انتوع المعلق انتوع السكر سانيدة غادي نعبرو غير بالمعلق باش نجيرو الميزان من بعد تنعودو تضربوه مزيان هاداك الخاليط حتى تيقسح و تيولي بيض عادا نضيفو خمسة انتوع المعلق انتوع الحليب و خمسة انتوع المعلق انتوع الزيت النباتية تنعودو نضربو الخاليط من بعد بانتفنا الزيت والحليب تقريبا واحد جوج تقايق سافيو تنحيدو طرب الكاربائي و تنجيبو خمسة انتوع المعلق انتوع التحين تنغربوه في شي صفاية هكا تكون رقيقة و كيس انتاع الخميرة انتاع الحلويات من وزن 8 جرام كل شي تنغربوه مزيانة باش ما يبقوش لنا ذوك الكوارات انتوع التحين او الخميرة و يسالع لنا باش نخلطو الخاليط انتاع الجنواز سافيو انتا نضيفو جميع المكونات انا دبرا تنكون شاعل الفرران بالنسبة الفررقاز تنشعلو مزيان حتى تيسخن تنشعل فقط التحت عاد باش تن تنبدا تنخلط الجنواز تنخلي الفرران تيسخن و تندوس تنخلطه انتا نغرب لدك الطحين و الخميرة تنبدا نخلط من التحت و الفوق باش يدخل ليه مزيان معدك البيض و السكار و الفاني انا موكين تيروس بباتيلا انا تندير تطرى بليه دوي سافيو انجيب اناي الطوا تنفرش لها ورق الطاهي و تندينها بزويتها و تنجيب الخاليط انتاعي تنفرغو ف الطوا و تنحاول نصيبو يكونها كم تساوي البلات ما نخليوش جيهة طلعو و جيهة هابطة نزوتها و انتا تضربو بها مزيان فوق سطح العمل باش تيتقدلها لوجه ما تتبقاش جيهة كيف ما قلت لكم طلعو و جيهة هابطة سافيو تندخلها الفران بالنسبة لفر الغاز تنتخلها حتى تتطب من التحت و تتحمل غير واحد شوية و تنشعلها من الفوق غير تتنشف و تنخرجها بالنسبة للجنواز ما تنخليش في الفران طول بزف فتقريبا واحد عشرات دقيقة قريبا تتكون واجدة منين تنخرجها مباشرة البنات تنحي دام الطوا باش ما نرجع شعليها باش ما تبقاش تتنشفليها في الطوا و تنغلفها بواحد البلاستيكا و تنخليها تبرد جانبا غادي ندودو البنات الجنواز الثانية اللي بالبودرة بتاعت الكاكاو حتى هيا نفس التاريخ خمسة نتعو على البيضات تنطربوهم مع مليحة كي سلفاني حتى تيب دايب بيض الخالد تنضيف خمسات المعروقة نتعو السكر السانيدة تنعود نتربطتي طلع الخالد مزيان و تنضيف خمسات المعروقة الحليب و خمسة نتعو على الزيت هادي كل اختلافين هي غير في الطحين تنضيفو جوجة المعروقة كبار نتعو البودرة نتعو الكاكاو تنغربوهم و تنضيفو فقط 4 او 3 او 3 او 3 او 3 او 3 او 3 او 8 نتعو الكاكاو و كيس نتعو الخميره من وزن 8 او 4 او 4 او 8 او 8 او 8 او 9 او 9 او 10 او 9 او 10 طريقة اخذت الطاوة فرشتها بورقة طهيدة انتو بزويتها وفرخت الخالط متاعي اه زيت الطاوة ضربت بها مزيان باش يتوز عذاك الخالط تيجي اه كامل متسوي ودخلتها حتى طبط منين خرجتها اللي فتح تايا بلاستيكا وتنحي دا حتايا من الطاوة باش ما تبقاش فادك الصد اه نتاع الطاوة لبنات يعود يبسها سوف يتنخليها جانبا وغادي ندوزو الكاراميل تاعنا فبالنسبة الكاراميل تناخد كاس نتاع العنبان تاع السكر ساني دا تنجيرو فكاسرونا على عفيا مهيلا حتى تيولي كاراميل من بعد تنحي يدو بنفق النار وتنضيف عليهم علقة كبيرة نتاع الزبدة من الافضل تكون حيوانية تندوبها مزيان مع ذاك الكاراميل وتنضيف كاس انتاع الضانية كاراميل هذك تعجو جدرام تنخلط مزيان الخاليز تنضيف قريصة نتاع الملحة بشتواتيلياكا مع الكاراميل تردو فق البطا فقط واحد دقيقة غير تتخلط داك ضانية كاراميل مع الزبدة ومعه وتتتلقى ذاك السكر اللي تحجر سوف تنحي يدو من فق البطا وتيكون هدو وشك انتاعو تيجي كاراميل اللي يزوين وناجحة البنات من دي سفال البراليني غادي لحتاج ليه كاس اه كاس وربع انتاع اللوز اللي تناخدو تنحمرو في الفران وتنحتاجينيه كاس بتاع السكر سديدة تنضيف وطاردو فق البطا حتاتي واللي كاراميل تنزولو فق النار وتنضيف ليه قريصة نتاع الملحة ووسخونة البنات داك الكاراميل تنضيف ليه داك كاس وربع انتاع اللوز اللي محمر من طبعه الحارة ممسوح ومحمر وتنخلطو حتاتي تلبسوها دوك الحبيبات بتاع اللوز كاملين بها داك الكاراميل وتنجيرو فق ورقتها اللي مدهون من طبعه الحال بزويتها تنخلي حتاتي يبس وتنزو تنطحنو فهذا هو البراليني البنات يجي على هاد الشكل هادا بدي نسبه للشكل الثالث غادي نقاد دوب الشوكولات اللي هادي نحتاجو له اربع كاس انتاع الحليب وميات قرام انتاع الشوكولات من الافضل يكون من النوعية جيدة انا اخذ بتبه هادا اللي في دين وسبعين في المياه انتاع الكاكاو وتنضوبو يا اما في حمام مريم او الا في الميكروغونت سوف تنخلي هادو 3 انتو عناك هادا هادين كهبيهم جانبا الكاراميل والشكلات والبراليني وتنزو هنا يا الجنواز انتاعي بعد بما بردو تنحيد ليهم هاداك ورقتها يشفو بلاس كي تيجو تيجو الصراحة خفاف واسفنجين وناجحين ما تيبسو ما ولو ما تحتاجو شاكن بيتو هوم او لا لويو هوم قبال او لاشي حاجة لا تنخلي هوم تتنخدمو بيهم هنا ايلا بويتو تصيبوهم قبلو تحتفضو بيهم في المجمز عاد باش تجبدوهم تخدمو بيهم ورا ممكن البلاس سافيدا نحيد هاداك ورق الطايرة تتحيد بكل سهولة حنتم دون بالزيت وغادي ندوزو باش نصيبو اول كيك رولي اللي غادي نحتاجو ليه 300 قرام انتعت الكريمة هنيا خدمت بالكريمة انتعتو هلالا ايا باش غادي نخدموهم بثلاثة البنات فانيا يحتاجيت يترو قسمتو على ثلاثة فكل جوز ادرت فيه 300 تقريبا 330 قرام بحلقة اولا 335 قرام الموين مقسمتو على ثلاثة داك ليترو هادا اول جوز اضفتلي هاداك الكراميل اللي صيبونا مع بعديتنا طربت الكريمة وطلعتها مزيان وضفتلي هاداك الكراميل وعودت الربطة ودستصرحت هاداك الكريمة اللي بدن كانت تاعت الكراميل دستصرحتها فوق الجنواز التاعي بالنسبة للجنواز رامفرشها لها بلاستيكة باش تساعد نياكة وما تلسقش لها فوق سطح العمل سوف نجيب جوز من الكريمة اللي بدن كانت تاعت الكراميل وتنصرحه صراحة يجي تجي واحد اللي بدن يزوينا هادا الكريمة دي اللي بدن كانت تاعت الكراميل وكلهم صراحة سوف يمنين تنصرحها متنخلي الجاها بتوجيها طلعت تنحاول نصايبها كاملة مقاداكة باش تجيني متساوية الرلون تاعي سوف نجمع فيها انا تلوي وتنجرف ديك البلاستيكرة تيمشي معي بكل سهولة البنات تيتلوها سوف يحتى تنسى لي هنا ممكن تجمعو تحتفظو بها في المجمبيت حتى من البعد عاد باش تخدمو بها او لا تدوزو تخدمو بها مباشرة انا هنا استخدمت بها مباشرة البنات انتو ما ممكن تجمدو عاد باش ترحوا فوقو الكريمة او لا باش تفينيوا سوف يعني تنجيب جزء من الكريمة اللي شطليا وتنحاول نزعها فوق الكاكرولين تاعي مزيان انا تنزعها بسباتيلا البنات وتنقدليا تنزع ديك الكريمة وفي نفس الوقت تنقدها ما تجينيش هكا بلاسة طعا بلاسة عوجة تنحاول نستفاها غير بسباتيلا المهم انتو ما هكا تديرو شي 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 بلاستيكا تكون قاسحا وحاولو تجرو بها او لا اي حاجة المهم انتو ما تحاولو تبسطو عاديك الكريمة فوق الوجين تاعي مزيان تنتمنى تكونوا فوقتوني روانتكم هالفنات المهم تنصرحها مزيان انتو ما تتشوفو وانا في نفس الوقت تنفيني الحلوان تاعي بسباتيلا صفي حتى تنساليها وتندير لها واحد الشريطة تغير بالفرشيطة هنا هي البنت بيتو تدخلوها حتى تبرد عاد باش تزدو تفيني وارا تدخلوها تتبرد وتشد فرصها مزيان عاد في نوا ولكن من الافضل تفيني وهي بقي ماشي جامدة هنا يجبت فرشيطة وبديت تندير هادوك الشرائط انتو ما تتشوفو باش اعتوني واحد للمنظر اللي زوين الكيك نتاعي بغيتو تديرو الشرائط غير بموس او لب بشي قطب هكا دوك القطبان تاوع العودة لبنات حتى وما تعتوني دار زوين انا درت الفرشيطة سوف يمنينتين فينيا وتنصيب هاد الحلوة اللي بلمادق او لا الكيك رولي اللي بلمادق نتاع الكراميل تندخلها المجميد باش تجمد وتشد فرصها عاد باش ندوز نقطعها ونكمل لها الفينيسيون تاع باش هكا ما تخسرش ليها وغادي ندوزو الكيك رولي اللي بنكها انتعت البراليني الكيك رولي الثاني تاوة ندرو كيكنا جزء من الكريمة تقريبا واحد تلتمية وثلاثين كرامة الكريمة اللي تتعادل ثلاثة الكيسان عامرين توع العنباء اللي ما عندوش الميزان وتنضيف لها ذاك البراليني كامل اللي صيبت بالنسبة البراليني انا كنت تشوفو انا ما تتحنش ليها الماكينة عندي ماشي ما عنديش هاداك الربو اللي بنا تخسر لي تحنتو غير في الماكينة انتعت العاصر ما تتحنش مزيان ولكن قد يتبين مش مشكل صفي وتنضيفو وتنطلع الكريمة نتاعي الصراحة تادي تجيزوينة بنكها انتعت البراليني هنا يتنجيب الجنواز نتاعي التانية اللي بنكها انتعت الفاني انا را صيبتها البنات جوج جنوازات بالفاني وجنوازو حدا بالكاكاو حنتو ريتكم ما غير الجوج را صيبت ثلاثة جوج بالفاني ووحدة بنكها انتعت الكاكاو سافتنا نصرر هاداك الكريمة اللي بدنكها انتعت البراليني مزيان حتى يامن تنخليش جا طالعو وجابتا تنحاون نستفاكا مزيان فوق الوجين تالكيك نتاعي و تنبدا تنجمع بدك البلاستيكا انا تنمشي بها والكيك تعيرها تيترولا وتيتجمع في نفس الوقت تنحطو فوق شي حاجة انا ممكن تحطو فوق هذيك السبورة المستطيلة وتبدو تفيني وفيه انا محتطوش فوق السبورة احتطو غير فوق دك ورقة طاي اللي صيبت فيه و تنبدا تنفيني في الكيك نتاعي انا را تيبانو لكم دوك الطريفات نتوع اللوزة البلات راوما ما تتحنش ليه مزيان هاذاك البراليني انتو ما غادي تتحنوه في الروبو غادي تتحلكم زيان و تيجي معلك صراحة و تيجي زوين و تيجي حسن ملدك اللي تنشاريو انا را مساعدني شتافي في ديسيون الاشتو مني تنجي تنجر بالفرشيطة را تدك اللوز دوك الطريفات تي تتبعوني و تيحيدو ليه الكريمة من فوق الكيك نتاعي المهم حاولت معه حتى صايبتو صافي و عديت به صافيو تعنا ندخلو حتى والمجميد حتى تيشد فرسو عاد باش نكملو ليه الفينيسيون تاعي بالنسبة اللي كيكرو اللي بالشوكولات او اللي التالت تاوى 300 وشي شوية نتاع الكريمة حنتا قنده يترو نتاع الكريمة تاع هولالا و تنضيف ليه ذاك القاناش و برد بالنسبة القاناش ذاك الشوكولات اللي يدوبنا مع الحليب تنخليو حتى تيبرد باش ما تيبقاش هكا سخون باش ما تيحش لنا الكريمة نتاعنا هاد باش تنضيفوه و تنطلعو ديك الكريمة يعني يبغدو تضيفو حتى مع القانت على البودرة تعت الكاكو باش تعطيكم اللون ضيفوها و مالافضل ديرو الشوكولات يكون من نوعية الجيدة البلد باش اعطيكم مادا قزوين في الكيكرو اللي ينتاعكم صافيتا نحاول نسرح ديك الكريمة حتى يبدو في الشكل و دائما تنستعن بالبلاستيكا من الجناب او لا ورق طيب لكن تديرين ورق الطيب استعنوا به و تنجمعو الكيك نتاعنا احنا هي غادين وورا تنجمع راسو على البنات سوف اذا نجيب جزء من الكريمة تنقصبها على جوجة الاجزاء جزء اللي سنعمر به في الوسط و جزء تنفيني به من الفوق الكيكرو اللي نتاعي دائما بس باطلة تنحاول نسرح هادك هادك الكريمة ونفيني الحلوان تاعي مزيان غير بسباطلة كيف مما قلت لكم انتم مفينيوها باش مما بايتو اللي تترتاحو بها البنات المهمة غير تفيني مزيان عاد باش دوزو بدو تديرو لها هادك الشكل بالفرشاطة تنعمرها مزيان بالكريمة كاملة و هادوك الحواف تجناب و كل شي المهم و تنفيني غير بهاكا تنجرر بشوية و راية التفينة سوف يتنجلها حتى خطوط بالفرشاطة كيف مما قلت لكم را ممكن تجروا ما كامش يقتب حتى هو تعتمنا دار لي هو زوين مو ياخد بوب اللي هم توفر عندكم من البنات و فش ما ارتحتو هانا هي تندوز تنجباد هادك الكيكرو اللي ينتاعي اللي خدمنا في اللوول هو ماشي ماشي يجباد بزاف المو ينبرد ولكن من الافضلاكا يبرد من زيانة البدات باش منين تقطعوه تيبقاش كل متاعو زوين و متدخلش ديك الكريمة مع مع الجنواز نتاعنا تيبقى كل شي متح فاكا في الجنب تيبقى بحال شي حالة زون من الجنيبات سوف اعنا هي قطعت هادو كل الجوانب باش يجيني اكا مزيان و تناخد واحد طريف من الجنيبات تنحطو فوق الكيكرو اللي ينتاعي بهاد الشكل هادا را موضح في الصورة من الابناء تنجيب هاد الاكسسوارات اللي تيتباعو انتاع لا بيش هكا انتاع اللي بيش هالبناء را تيتباعو مستلزمات الحلويات و تنبدا تنحطو من الفوق را تيكون فيهم واحد الاسميته اللي تيتغرص في الكيك زينو بلي عندكو هالبنات زينو بكويرات حتى وما تيتباعو تيتباعو هادو كليز اكسسوارات كاف البورناني را تيتباعو بالنسبة لثمان لبيع البنات فهو 8 درهم ثمان اللي هو مناسب فاي سؤال للبنات هكا بغيتو حطوليه في التعليق را تنجوب علي جميع الاسئلة و تنسونا فعلا نجربو متصف طولية تطبيقات نتاعكم و ما تنسوش للبنات تدعموني بلايك بارتاج الفيديو بارتاجه في الواتساب الجميع احبابكم باش تساعدوني هكا يطلع الفيديو لناس خورين و يشوفوه و بسحاور راحا